اتفاقات وتباينات داخل ملتقى الحوار في تونس وجدل حوله في الأوساط الليبية سبقا عقادة ولا يزال يلاحقه بالنقد والتوجيه مع انتظارات لمخرجاته من جمهور واسع سئم التعايش مع الأزمات المتطاولة المبعوثة الأممية بالنيابة ستيفاني وليامز أفادت في إيجازها الصحفي بأن المشاركين توصلوا إلى اتفاق تمهيدي لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة وفق خطوات واضحة في مدة لا تتعدى العام ونصف العام بناء على قاعدة دستورية رعية الحوار قالت الإربعاء إن خارطة الطريق التي يجري النقاش حول تفاصيلها توضح الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات الليبية والشروع في المصالحة الوطنية لمعالجة القضايا العالقة وخاصة تلك التي تهم النازحين وتأمين عودة آمنة لهم وإيجاد الضمانات تحفظ كرامتهم وفق قولها وليامز أكدت مناقشة مسألة العفو العام مع استمرار المحاذثات دون اتخاذ أي قرارات حتى الآن معربة عن ثقتها بأن منتدى الحوار السياسي هو أفضل فرصة لإنهاء الانقسامات عبر جمع ممثلين من كافة أنحاء ليبيا لحل المسائل المتعلقة بالحوكمة وإنهاء الأزمة التي طال أمدها الانتقادات للبعثة والملتقة صدرت من بعض أعضاء برلمان طبرق حيث شدد عضو برلمان طبرق جبريل وحيد على ضرورة وضع حد لتجاوز البعثة الأممية لصلاحيات أعمالها وتهميشها لعمل البرلمان مشيرا إلى أن استنكارهم الذي صدرك أن نتيجة تهميشهم فيما حذر عضو برلمان طبرق عصام الجهاني من أن البعثة تسعى لخلق جسم جديد تنتهك به السيادة الليبية بدلا من التركيز على الانتخابات بحسب وكالة الأنباء الليبية بنغازي المجلس الأعلى للدولة طالب بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه كمرجعية للحوار الجاري في تونس داعيا إلى احترام قرارات مجلس الأمن مؤكدا أن الحل في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية وفق بيان المجلس الحوار كلمة السر التي يجتمع حولها معظم الليبيين غير أن في طيات تفاصيله يكمل الخلاف بحسب مراقبين وكلما تقدم المتحاورون خطوة في طريق التوافق كلما ظهر المزيد من المعترضين والمشككين والعبرة في نهاية المطاف بالنتائج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر